قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها طبعاً نحن لسنا معاقين عندما لا نعرف اليأس لا نكون معاقين الإنسان حتى لو كان كفيف يعمل ويستطيع أن يذهب ويأتي ويؤسس أسره الآن أنا أخوكم أبو محمود الحمد لله أخوض في كل مجالات الحياة عملت في كل مجالات الحياة وما زلت أبني أسره الحمد لله وأنتج وأعمل وأحفظ هنا إخوتي المكوفين وأصنع لهم مشاريع وأصنع لهم مؤهلات الحياة والحمد لله كله طبعاً بالتعاون مع المجتمع لا نخفي ذلك عندما المجتمع يتعاون معنا طبعاً نكون نسير بخطة أسرع وأسرع ولكن رسالتي الخاصة أعود أكرر لأخوة المكوفين لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أن عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أخواني قرام يوم أثناء تواجده في قرية منور المكوفين ما شاء الله شاهدت همم عالي همم تناطح السعاب أخو مكوفين ما شاء الله فعالين بالمجتمع مدير المخيم مكفوف إدارة المخيم مكفوف كلهم فعالين بالمجتمع حتى متعلموا على قراءة القرآن على طريقة الدرايف ما شاء الله عنهم صراحة وجه رسالي مدير المخيم لأهلنا وكل مكفوف أن يكون عضو فعال من المجتمع ولا يأس ولا يوقف عند البصر إن شاء الله البصير بصير القلب بإذن الله تعالى